تحذير عاجل وخطير من تناول الطماطم المثقوبة يوثير الهلع اهلا ومرحبا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الاخبارية وفي التفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة تحذيرا غير مسبوق من تناول الطماطم المثقوبة حيث دعم ان هذه الثقوب ناجم عن عضات الثعاب التي تضع سمها فيها مما يجعلها قاتل عند تناولها ومع انتشار هذه الشائعات خرج الخبراء والمختصون عن صمتهم لينفو بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات واوضح ان الثعابين لا تعض الخضر او النبتات لانها حيوانات مفترسة تتغذى على الفرائس الحية وليست لها اي علاقة بالخضروات كما اكدوا ان سم الثعابين حتى اذا دخل الجسم عبر المعدة لا يشكل خطرا على الانسان حيث يتم تكسيره وابطال مفعوله بواسطة الانظمات الهاضمة في الجهاز الهضمي وبالتالي فان السم لا يكون قاتلا الا اذا دخل مباشرة الى مجرى الدم عن طريق اللدغات وبدلا من ذلك يشير المختصون الى ان الثقوب الموجودة في الطماطم تعود الى اصابة زراعية ناجمة عن حشرة عرف باسم توتات ابسولتا وهي افة تهاجم محاصل الطماطم وتتسبب في ظهور ثقوب على سطح الثمار لذا ينصح الخبراء بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المضللة والاعتماد على المعلومات المؤكدة من الجهات المختصة مع التأكيد على اهمية مراقبة المنتجات الزراعية وفحصها قبل الاستهلاك لضمان جودتها